السلام عليكم سأكمل الكمبيوتر نيتورك تتوريالز وكنا كلبنا على كمبيوتر نيتورك وعلى نهارده ن شاء الله وسأكمل كلام على الكمبيوتر نيتورك وهناكلم نهارده على شيء اسمه نتوارك كومبيوتر نيتورك لابد أن يكون عندي مجموعة الحاجات لازم تبقى عندي عشان اقدر اقول ان انا عندي computer network اول حاجة لازم تكون موجودة عندي عشان يبقى عندي computer network ان يكون عندي two or more computers زي ما كنا بدأنا الطابق المرة الفات وقالنا ان انا لازم عشان استابلش computer network لازم يكون عندي at least two computers فطبعا من ال network component لازم يكون عندي في الاول two or more computers طيب هي الفكرة بس عايز اوضحها عشان في ناس بيبقى عندها خلط في الموضوع ده هي كلمة computer دي المقصود بيها ايه هل المقصود بيها desktop computer لو بيبقى شكله عامل كده بيبقى monitor وتحتها الكيس وفيها الكيبورد والماوس ولا المقصود بيها اللابتوب ولا المقصود بيها الايباد ولا الموبايل فون ولا التابلت ولا السيرفر الpowerful device ده هل المقصود بيها ايه بالظبط كلمة computer الحقيقة ان كلمة computer دي هي general term هو لفظ computer بتقال على اي device يقدر ان هو يعمل computing فاقدر اقول على الايباد كمبيوتر اقدر اقول على التابلت كمبيوتر اقدر اقول على اللابتوب كمبيوتر كل دي اقدر اقول عليها computers الكمبيوتر اقدر اقول على البي سي او الديسكتوب ده اقول عليه الكمبيوتر فالكمبيوتر دي هي general term تتقال على التابلت كمبيوتر زي الايباد وزي التابلت وزي اللابتوب تتقال على البي سي الموبايل نفسه هو يعني ينظر ان عليه كمبيوتر على communication device يعني هو يجمع بين الاثنين الموبايل device السيرفر اللي هو الماشين اللي بتprovide services to all computers يعني مثلا لو بنفكر مثلا في اليوتيوب videos او اليوتيوب ويب سايت اليوتيوب ده ده عليه videos الفيديوز دي موجودة على طبعا هو عشان اليوتيوب يعني فموجودة على hundreds of servers all around the world اي ويب سايت موجودة على سيرفر السيرفر ده accessible او اكتر من واحد بيروح له في نفس الوقت فالسيرفر هو في الاخر هو او في الاول هو computer بس باور computer يعني فكلمة computer هي general term تتقال على الايباد تتقال على اللابتوب تتقال على personal computer على السيرفر على الموبايل فون فعشان استابلش computer network يكون عندي يعني at least two devices تاني حاجة لازم تكون عندي عشان استابلش computer network ان انا يكون عندي netcard ايه حكاية النتكارد ده النتكارد هو الاول كلمة نتك دي stands for network network interface card النتكارد هو عبارة عن adapter adapter الادابتور ده لازم يكون موجود عشان اكوننكت الكمبيوتر بتاعي للنتكارد اكيد كلنا بتلاحظ البورت ده البورت ده هو عبارة عن المكان اللي انا بكوننكتي في الكابل اللي هيعصله connection في ال switch device عشان تؤكسس الكمبيوتر الموجودة في النتكارد فاذا الكمبيوتر بتاعي اهو لو قلنا ان ده الكمبيوتر مثلا ده الكمبيوتر بتاعي لازم يكون فيه النتكارد ده او network interface card عشان يكوننكت الكمبيوترز to the network وعشان كده هو network interface هو الانترفيس بتاع النتكارد للكمبيوتر ده فلازم الماشين يكون فيها نتكارد ونتكارد يكون installed on every machine او on every computer فعشان الماشين تبقى part of the network لازم يكون فيها نتكارد او network interface card اكتشولي الانتكارد ده بيجي في صورتين او بيبقى شكله او في منه نوعين شكلين صورتين اول حاجة اللي هو ethernet network اللي احنا بننستول او بنبلاجن فيه الكابل ده اسمه ethernet network وده الethernet network زي ما قلنا في التوتوريال اللي فات وفي حاجة تانية اسمها الwireless network وده بيبقى built in ده مش بنشوفه ده اللي موجود في الموبايل فونز وموجود في الايباد والتابلت واللاب توبس وكب فاحنا عندنا عشان الكمبيوتر يبقى موجود او device بتاعي موجود في network يبقى فيه نتكارد واحد من الاثنين ياما يكون ويرلس ياما يكون ethernet وكان زمان عندنا الكمبيوترز ما بيجيش بالنتكارد ده كنا احنا بنشتري ده اسمه separate card كده بننستول على الكمبيوتر تالت كمبوننت لازم يكون موجود عشان يبقى عندي computer network يبقى احنا كده اتكلمنا على two computers اتكلمنا عن نتكارد تالت كمبوننت حاجة اسمه central connection device او network connection device هو central عشان هو بيكونيكت الكمبيوترز كلها ببعضه انا عندي كمبيوترز ايه في الناتوارك الكمبيوترز دي ايه نيد تكونيكت كلهم لازم يكون عندي central connection device عشان يكونيكت كل ده لو الناتوارك wired فانا محتاج لها حاجة زي اللي شايفينها دي اسمها switch لو الناتوارك هتستخدم الكابلز يبقى انا محتاج switch لو الناتوارك wireless يبقى انا محتاج حاجة اسمها الواب الوائرلس اكسس بوينت يبقى الواب ده هو central connection device بيكونيكت الكمبيوترز كمبيوترز in wireless network ادي موبايل فون ادي اللابتوب ادي الايباد بنكونيكت الكمبيوترز دي using wireless signals للواب لو عندنا wired network او ethernet network فانا محتاجين حاجة اسمها switch طبعا switch ال number of ports بتاعته بتختلف على حسب ال number of computers اشتري 8 ports switch عندي اكتر عندي 16 وعندي 24 وعندي 32 عندي number of ports كتيرة على حسب ال number of computers الموجودة عندي في الناتوارك الواب بيبقى بره بيبقى في انتنة كده والوائرلس ديفايز زي الايباد واللابتوب بتستخدم الوائرلس سيجنال عشان تأكسس الناتوارك يبقى ثالث component في الناتوارك هو network connection device whatever it is a switch or a wireless access point or a web رابح حاجة ان انا لازم يكون عندي ميديا عشان تترانسفير ال data between computers الناتوارك فممكن يكون عندي كابل ده اسمه الethernet cable والethernet cable دوت للوائرد او الethernet network الكابل ده في حالة الوائرد نتوارك او يكون عندي الوائرلس سيجنالز ده في حالة الوائرلس نتوارك يبقى الميديا عندي او transmission signals التابل الميديا عندي في عندي 2 types في الوائرلس سيجنالز وفي حاجة اسمها الethernet cable وده للوائرلس نتوارك وده للوائرلس نتوارك تستخدم الوائرلس سيجنالز يعني مثلا انا عندي اتنين بيتكلم مع بعض عشان يتكلم مع بعض ونقول لازم بقى في بينهم بمبعض بروتوكول هما هيتكلم مع بعض ازاي مين هيتكلم مين هيسمع اللي هيتكلم هيقول ايه وهيتكلم ازاي فلما يكون عندي group of computers كده موجودة في network اه انت بتconnect them physically using مثلا switch بس عشان to manage the communication between computers they need to speak the same language they need to have a protocol البرتوكول او الكمون بروتوكول اللي بيخلي الكمبيتر زي كلها تكمنيكيت to each other وتكمنيكيت حتى للانترنت هو اسمه TCP IP TCP IP اللي هو Transmission Control Protocol Internet Protocol Transmission Control Protocol Internet Protocol ده الway of communication اللي بيخلي الكمبيتر زي كلها تكمنيكيت to each other هو احنا طبعا فيه عندنا بروتوكول الثانية بس ده اشهر واحد لانه هو ده حتى البرتوكول بتاع الانترنت اوكي يبقى كده النهاردة او دلوقتي اتكلمنا على network components اتكلمنا على ان احنا we have five components عشان تستابلش الكمبيوتر نتورك يبقى فيه اكتر من الكمبيوتر والكمبيوتر قمنا جنرال تير ممكن يكون سيرفر ممكن يكون بي سي ممكن يكون لابتوب ايباد قمنا لازم كل ماشين يبقى فيها هنا الكارد ممكن يكون ويرلس او ويرد قمنا ان يبقى فيه central connection device يا اما switch للويرد نتورك يا اما او الاثرنت نتورك يا اما واب او ويرلس اكسس بوينت للويرلس نتورك قدنا يكون عندنا ترانزيميشان ميديا عشان ترانسليت او ترانسفير الدياتا يا اما يكون كابل يا اما يكون ويرلس سيجنالز ولازم يكون عندنا اا كومون بروتكول يكون موجود على كل الكمبيوتر او كل الكمبيوتر بيستخدمه عشان تستارت شيرينج اا الدياتا كان معكم مصطفى حمد هنكمل ان شاء الله اا في تورتوريز الجاية اا باقي اا كلامنا على الكمبيوتر اا نتورك